راح نكمل مثل ما قلنا ان المعلمة تقدر تدمج التعليم بين انها تعلمهم على الخرايط وبنفس الوقت عالم الدولة فراح نكمل راح نضغط على Graphics راح نختار اول الخانة شفتم انتو شو نتبطل عندنا اهني راح اكتب اول شي قويت تبطلت معي هالصورة راح اضغط ضغط عليها بعدها راح نسق وارتب شغلي فراح احض علم الدولة تحت الخريطة وهني اسم الدولة نفس الشي حق باجي الخريط بحرين نختاره ضغطة واحدة هني شوي راح اعادل على التصميم انه اه اصغر حجم الخرايط او اغير مكانهم فراح اصغر شوي العلم بعدها راح اضغطها تحت الخريطة تحت اسم الدولة راح اضغطها طبعا اقدر اغير تجاه العلم مثل ما انا اضغطها راح اضغطها هسو مملكة العربية السعودية راح نزل الخريطة شوي تحت وراح أضيف قلم الدولة طلعت لي طبعا طلعت لي صورتين راح أختار واحدة منهم راح أختار هذه أوكي راح أخلي تحت الخريطة عمان راح نزلها أيضا خريطة الإمارات هذا الشي الحلو بالموقع أنه متاحة الصفحة كبيرة فمن ما أنتم شايفين دخليني أشتغل مثل ما أنا أبي فراح أبدأ شغلي أحضيف على مقاطر دخليني أشتغل دخليني أشتغل بعدها اسم الدولة أمان دخليني أشتغل دخليني أشتغل دخليني أشتغل دخليني أشتغل دخليني أشتغل دخليني أشتغل دخليني الأعلام الدول والخرائب حابة أشوف شغلي بصورة أكبر عندنا هني هالخانة البروفيو راح أضغطها شايفيني شلون الشغل متوزع عادل وبشذي الطالب راح يتمتع وهو يدرس راح أطلع منها وعندي هني أقدر أنزلة داونلود وأقدر أشاركة فيما تشايفيني هني راح يتحول حقي لينك لازم أشغل طبعا هني هالخانة عشان أقدر أشارك فيما تلقاريني هني فمجرد إني أسوي نسخ حقي لينك أشاركه وهني أقدر أشاركه فيسبوك تويتر وغيرها فأقدر فتقدر معلمة تشاركه مع زميلات هالمعلمات وغيرها وغير شي هني أقدر أسيبها هني راح أكتب اسم الموضوع اللي أنا مشتغلة فيه اللي هو ما هي أسماء دول دول الخليج العربي هلو وهني نقدر نريد على الخطوات مثل ما قلنا أقدر أقدر بعد أوكي خلنشوف أقدر هنا طبعا مو بس أصول اللي أنا بيها فيهني عندنا قائمة مثلا معلمات اللي المقدون يستفيدون هني عندنا الأنمال قائمة الأنمال إدوكيشن هني الفلاكز اللي كان يقدر يفيدني بالموضوع هني عندنا الفود والدرينكس إذا مثلا حابة أسوي موضوع عن الهيثي فود والأنهيثي فود وغيرا